اهلا بكم منجريد في الوقت اللي الناس فيه مش مستحملة الحر والاسعار والغلى بيكونوا محتاجين في الوقت ده حد يطبطب عليهم يخفف عنهم يا ترى مين ممكن يقوم بالدور ده خانشوف يوسف الحسيني بيقولك مين اكتر واحد طبطب على الغلابة انت عارف هو قال ايه صح؟ محدش في تاريخ مصر طبطب على الغلابة زي انت قوي انت جاحد يا يوسف جاحد انا الناس دي يا جماعة بجدوة حموضة والله الناس دي عايزة كمية لبا الراهب ايه ده مش معقول يعني بتاريخ مصر ده اذا كان سيس طبطب فعلا محدش في تاريخ مصر كله ولا عمر بن عبدالعزيز ولا ايه حد كله طيب انا الناس فعلا يا يوسف حسة بالطبطب دي قوي وبيدعو لك بيقولك يا رب تدق منها تعليقات بقى على الكلام اللي انت قلته بصراحة وبدون مجمجات مفيش رئيس حط على الغلابة وزود فقرهم غير السيسي بحقق ايدان الفجر الدوق الغلابة فيه من طبطبة ده نرد الناس عليك يا يوسف ها مش ردين احنا هو حدتك عارف عدد الغلابة كام وبقى كام وزاد العدد والنقص والنسبة كام اسكت احسن طالما انت مش عارف حاجة في اي حاجة والله يا الله يرحمك يا ابراش انت السبب حسناء بتقوله صدق صدق برضو هو بيطبطب وانت بتطبل حسبي الله اصلي يا حسناء انت مش فاهمة ده بقى عدو مجلس والحاجات دي يوسف ده بقى عدو مجلس نواب ولا مش عارف مجلس شيء حاجة جامدة قوي يعني وعنده برنامج في الازاعة وبرنامج في التلفزيون راجل مش فضيلكو يعني زي الطبطبة اللي على افاك كده بالزبط اتايل لا يا شيء يا شخص عوز بالله ده ناصر السيد محمد حمد بيقوله الطبطبة ظهر علينا واضح جدا مش محتاج كلام الشعب من كتر الطبطبة والفرحة قرى بيطلع من هدومه مودي بيقوله بس ايه بتقيل يا يوسف يا اخوها في الطبطبة ردى بيقول ما تبطلوا ما تبطلوا تبطلوا استفزات الناس بقى الناس بتموت بعضها وبتنتحر من كتر الطبطبة بلاش يا يوسف تبقى فائع عائل كده عايز يطبل لسيدك او لرئيسك انت حر بس والنبي بلاش تتحدى مشاعر الناس اوي كده اوص جبت لنفسك كلام الغلابة فعلا محتاجين حد يتطب عليهم خد النفحة دي من الطبطبة ده يا يوسف مواطن بيشتكي من تغريمه ست مخالفات في مشهور واحد على الطريق الساحل الشمالي بقيمة كم بقى مواطن يشتكي تغريمه ست مخالفات في مشهور واحد تخيل 3120 جنيه ده هو طالع كده الطبطبة دي بمناسبة الطبطبة السيسي بتاع الغالبة دي فاحصاء النهاردة للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء بتقولك زيادة الوقود ترفع التدخم في مصر الى 13.6% طيب دي ابرز المنتجات اللي زادت ونسب الزيادة وكان اكترها الاكل والشرب اللي زادت بنحو 24% وده اللي ذكروا تقرير الجهاز المركزي للإحصاء التدخم في مصر 14 اساس سنوية الملابس الجهزة زادت بتسعة بنسبة 9% المشروبات الكحولية والدخيل زادت بنسبة 7% المسكن والفواتير والوقود زادت بنسبة 5% الثقافة والترفيه زادت بنسبة 27% النقل والمصرات زادت بنسبة 15% الطعام والمشروبات 23% التعليم زادت بنسبة 13% الرعاية الصحية تدخمت زادت بنسبة 6% حاجة جمدة جدا المشكلة ان التدخم ده هيزيد هيزيد لسه يعني يعني هيزيد إلى درجة لا تتخيلها شايف؟ طيب الصحفي والاقتصادي واقل جمال كتب بوستر حقيقة على مؤشرات ضخم المساعدة نصر واللي بيتهدد بدخول شريحة كبيرة جدا في المصريين تحت خط الفقر والجمال بيقول ارتفاع مؤشر استهلاك المستهلكين السنوي تدخم الأسعار لأعلى مستوياته في 3 سنوات إلى 14% مقارنة مقارنة بيوليو عشرين واحد وعشرين اهو اهو راجل اوي تدخم سلة الغذاء أكتر من 22% ارتفاع الأسعار إلى 14% والضريبة الأشد على الفقراء ولأن هناك شريحة كبيرة من المصريين على حافة الفقر بمعنى أن تراجعا بسيطا في دخولهم يهبط بهم تحت خط الفقر فإن التدخم يعني إفقارا وتجويعا للملايين الإحصار الرسمي قبل كورونا يزيد عن 30 مليون مصري فقير يترى بعد كورونا يبقى المشكلة أن التدخم هيزيد أكتر مع بيع الشركات بأبخس الأتمان وده فعلا حصل بدأوا بيعلم بيع الشركات والمصانع للصدق السياد السعودي اللي استحوز على أربع شركات مصرية زي ما قلنا في الأخبار إيه بقى أسمائي الشركات دي اللي استحوز عليها خلان شوف بقى أسمائي الشركات هوا أيوا اللي بعدها الله خليك أغضل بقى معايا لا مش مهم حيز أسمائي اللي بعدها بقى أسماء الشركات السفقة نفزت بواسطة الشركة المصريين السمار مملوكة استحواز على حث أقلية مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية رائدة مدرجة بالبورسة المصرية بقيمة مليار و تلتمائة مليون جنيه طبعا أكتر حد هيهلل القصة دي هي وزيرة التخطيط هالة سعيد أو هالة السعيد بتتكلم على صفقة الاستحواز السعودي بتقولك ده تشجيع للإصمار الأجنابي المباشر أهو للتوسيع قائلة الملكية وتشجيع الإصمار للأجنابي المباشر دي عبيطة وهبلة يعني مسكوها الطابلة يا سيدي ما اختلفناش الرزي الخليجي حل وبسماتي كده وطويل حل وميش كلام لكن السيسي عمل كده في شهر إبريل اللي فات وباع أسهم برضو في نفس الشركات دي اللي منها كانت هي أبو إيرل الأسمدة مصر لإنتاج الأسمدة اللي هي موبكو الأسكندرية اللي تدولي الحويات باعها للسنديل تاعت أبو ظابي أهو القابضة أبو ظابي تستحوز على حصص في خمس شركات مصرية إيه بقى اللي حصل لنا إيه بقى ولا حاجة ولا أي حاجة إحنا هنقرأ تفاصيل الكلام ده معناه أن السيسي عايز يبيع شركات بعينها بالكامل وفي قطاع يعتبر استراتيجي ومن أهم قطاعات الصناعات الوطنية وده اللي حذر منه الدكتور محمود وحبة الخبيل اقتصادي وقال كلام خطير جدا لك ده مش استثمار اسمع محمود وحبة قال ليه قال لك ده مش استثمار ده سرء عالني هاتوا يا عمي الإمارات تحتكر الإمارات تحتكر قطاعات اقتصادية مصرية بلقص التراب هذه ليست دولة عربية هذه دولة عبرية ودكتور مصر يبيع مصر قفض أسعار البورصة إلى أدنى مستويات منذ سنوات ثم استحوذ على خمس شركات مصرية بلقص التراب لأنها اشترتها حتى بأقل من أسعار البورصة تصوروا أنا عايز أقول لحضرتك بس على الحاجة مهمة جدا هم خسفوا بالأسعار الأرض للشركات دي عشان يبعوها للسندوق السيادي السعودي والسندوق السيادي أو بتاع بوزابي القبضة بوزابي انت فاكر أنا في الحلقة لما قلت لك ان الإخوة في الخليج الإمارات وقطر والسعودية دافعوا مليارات للسيسي بعدما الأموال السخنة قرجت فاكر الكلام ده تفاكر لما السيسي قال لهم بدل ما تاخدوا الفلوس تعالوا اشتروا بيها أي حاجة بدأ فعلا بدأ يقايد اسمع بس الفلوس اللي السيسي خدها كمنح أو مش منح قروض طويلة الأجل من قطر والسعودية والإمارات بدأ يبعها لهم بقى حاجات بدأ يبع لهم بقى بيها حاجات فبقى أربع شركات للسعودية انت تعرف اللي قاله محمود واحد بدأ خفير جدا ان هو خسر بالشركات دي الأرض عشان يبيع عبروخش التراب للسعودية تعرف مين اللي خسر في البيعة دي كمان تخيل نجيب ساويرس نجيب ساويرس خسر في شركة بولتون دي اللي اتباعت اتباعت مين بولتون يا علي اتباعت مبارح أول مبارح اتباعت لأحد السنديق برضو خسران فيها نجيب ساويرس 23 مليون دولار جابوه على الأرض اتباعت الإمارات بولتون دور كده يا علي اكتب كده نجيب ساويرس يقصر في صفقة بولتون 23 مليون دولار يعني بص عشان الشركة تبيع للسعودين والإماراتيين خسفت زي ما قال محمود واحدة كده خسفت بالشركات الأرض عشان تبيع لهم الشركات واقعة يعني ما هم السعودين بيشتروا ازاي مش هتفعوا فلوس هم مدافقين أصلا اللي هي القروض اللي دعوها للسيسي لما خرجت الأموال السخنة والسيسي قال لك بدل ما يقضوها فلوس تانية وردوها لهم من بيع شركات السعودين والإماراتيين الشركات الغالية دمرنا الشركات الأرض بعنها لهم هتلاقي خبر عندك ساويرس خسر 23 مليون دولار في صفقة بولتون هو ساويرس بيخسر اه بس هم يخسرونه عشان الإمارات شكرا لكم